هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي وكل الأراء اللي عم تسمعون بهيدا البودكاست هي رأيي أنا وهيسم بس وما بتمثل حكواتي أول شي بونسوار يا قايز بأسبوع جديد كتير حميس وكتير تفاقل بونجور يا هيسم يا بونجور يا صباح التفاقل صباح الجمال صباح الناسي اللي رايح على أشغالها وكل الناس يلي عم تسمعونها صح أما برج السرطان عزيزي السرطان اليوم رح بيكون نهارك حفل بالأحداث أنت دخلك شو برجك؟ السرطان بكل مل هيك قلت ليش أنا عادة بعد شهر على الأد ميزان بعرف أنه ميزان بس حلو أنك بعدك لليوم ما بتعرفي لبرج عزيزي الميزان أحداث جديدة رح بتصير معك الشهر الجاي أولا إن في كيس واحد من المشاريع اللي عم تعمله مع أحد أصدقائك من برج السرطان تانكيو هيسم اليوم قبل ما صباح الخير حياتي الصباح النور اليوم قبل ما نبتدي حلقتنا يا هيسم وعدتون للجايز أنه رح كون عم بيسحب بالقرعة الاسم يلي رح يكون عم بيسألنا أسئلة مين الأسكا باعت ثري رح صور ستوري بنفس الوقت ما تقطشنا لأنه هايدي بدأ تكون الستوري على انستغرام ما تقطش نتوني بس أنه شو بيأكد لنا أنا والجايز شو بيأكد لنا أنه مثلا مش كل الأسامة زهرة 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 أو محمد 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 سو لما رح اسحب لك الاسم المزبوط رح ارجع فتح لك كم ورقة لتشوف أنه كلها أسامة تانية يعني بيسكلي سو في 29 شخص بالضبط شارك بهيدي المؤسابقة ومحمس أنه يسألنا الأسئلة مباشرة غنوة رح بتقوم بسحب اسم فإذن يا جايز الأسامة هون بقلب البوكس هل عم تسمع يا هيسم خربشة الأسامة بقلب البوكس نعم غنوة عم بسمع بس دقات قلبك وقلبي بعد أقوى لأنه عم نشوف هلأ مين الشخصي اللي رح بيكون عم يسألنا بحلقة فإذن بهالأسنة نعم رح اسحب اسم سحبته يا رب يكون حدا بفريقه يا رب يكون حدا بفريقه لا أكيد بفريقه يا رب يكون حدا بفريقه أوكي سينتيا غزال سينتيا غزال أنا حاليا رح فوت على أكاونت سينتيا غزال حتى أنكم تشوف إذا هي معي أو معيك سواني أوكي رح باي جايز عم نكفي الحلقة أوكي لا منكفي طبيعي بس خليني شوف سينتيا غزال سيفن أوكي سينتيا غزال سيفن اسمها؟ بليز فوت شوف إذا بعتت لنا شي ميسجز على أول شي مصور لنعرف شو ميولة إذا لإلي أو لإلك ليك يا هيتم إذا بتحكيها ميسج أو بتقلها تبرطل لك أو تتفعلها أو بترشيها خسران من هلأ وأنا كله يعني على البيج ما تشوف سينتيا مش حكيتنا مش حكيتنا مأكد من الاسم ولا مرح حكيتنا مش كأنه ما بين عندي رح أنا فوت شوف عالسريع فإذا سينتيا غزال هي الاسم يلي يا الله مبلأ أكتشيلي بس مدحكت لنا وقيلتلي مرة سلامتك غنوة لما قلتلون للجماعة أني أنا كورونا كيف كيت باسمها؟ سي واي ان تي اي 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 بيطار بس مع أنه غزال هي anyway فإذا سينتيا أنت الشخص اللي رح نتواصل معه بعد قليل لا تكتبي لنا أسئلة من الأسكى عشر أسئلة معلومة عامة عشر أسئلة فنية ألف مبروك يا سينتيا وأنا عندي كتير سقة بأنك رح بتكون موضوعية أنك رح بتكون عن جد سامعة من الأسكى واحد ومن الأسكى اثنين وبتعرفي عن جد من الأسكى وعلى هلأساس تحطي أسئلتك أنا موجود بلبنان أي شيء بتعوزيه أي شيء بدكيه نحنا جاهزينه بالخدمة وألف تحية لقليك ولعائلتك الحلوى وهلأ أنا نكاشت الأكاونت طبعي وحصت أنك حضرتك متزوج طب بس بس هيدا هيدا أنه عم تلعب على الواتر الحساس شغل عائل الحلوى فرجيني كم قسم تاني بردي كلنا نحط قطيهم سينتيا ومتفق معا حياتي لأ ما لو بعرفها لسينتيا أنه مثلا هيدا الاسم سهايب عندك كي ايتش مود عندك نادين داغر عندك إيزابال رفيع أنا في كتير أسامة حياتي خلاص أوكي شكل اللعبتها صح شو موضوعنا اليوم يا هيسم اليوم أنت حبيت كأنك تفجئني بالموضوع صحيح أنا فجأتك بموضوع حلقة هالأسبوع ورح فيشق الجايز كمان فيها يلي كبسوا أورادي على اسم الحلقة موضوع حلقة هالأسبوع هي شوپنج أصحاب بهالحلقة أو تبضع أصحاب أو تبضع 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 أصحاب بهالحلقة غنوة وأنا وأنتوا أكيد يلي عم تسمعونا براسكن رح منكون عم نعمل شوپنج للأصحاب يعني رح منفوت على مطرح كله ناس شخصيات مختلفة ونعطي شوي من أصحاب اللي عنا نكبهم نبيعهم نرميهم ببلاش ونشتري أصحاب عايزينا كل حدا شو عايز بحياته رح نشوف غنوة شو عايزة أنا شو عايز نعمل شوپنج سريع ونفلع بيوتنا أوكي أولك الأصحاب قبل ما نبلش باللعبة أولك الأصحاب بينعملون شوپنج يعني بيتنقوا شوفي يمكن الأصحاب الكتير قراب ما بيتنقوا لأنه الحياة غصبا عنك بتنقيلك ياهن يعني بتحطهم بدربك وعن جد بتحطهم بحياتك بس الناس يلي الناس يلي شوي أبعد من الأصحاب لا بس أنه كم بدي أقول لك أنه على كل حال وقل كفوري كان أول من يعني شهد على هيدا الشي لما قال ناس منتلاقى فيهن مننساهن بعد الملأة وناس منتلاقى فيهن بتعز علينا الفرق وهي مش أول مرة أكيد بتمثل بوقل كفوري أكيد وقل كفوري دايماً بيصيب وخصوصاً لما قال هيدا القلب وحكم القلب أيام كتير القلب وحتى الحياة شي تتالي قد يكون قبل ما تكفي قد يكون هيدا هيدا مش أول مرة وقل بيصيبها لما بيقول أنه عن حكم القلب أصحابنا يمكن قلبنا وحياتنا بتحطهم بطريقنا غصباً عننا ومنكون بيكونهم حوطيننا بس فيه ناس بحياتنا وبحياتك يا غنوة وإذا بدك هلأ بعدهم على الهواء أنت منقتيهم يكونوا موجودين بحياتك أو حاطتيهم حولك وأنا من فترة قريت شي أنه كل إنسان كل شخص هو بيشبه أكتر خمس أشخاص بيقضي وقت معهم قلتلك هيدا الشيعة واتساب فأنا إذا اليوم ما بعرف غنوة يشبهون من أي ناحية إذا ما بعرف غنوة اليوم بس بعرف مارسيل ديفور وبعرف روادي وبعرف ستيفاني سميرا وبعرف هؤدي الناس إذا حتى ما بعرف غنوة بقدر كون تقريباً صورة عن غنوة من وراء هؤل أشخاص من وراء جوهم من وراء طريقة حكيهم من وراء شو بيحبوا شو لا من وراء اللايفستايل تبعهم هؤل خمس أشخاص اللي أكتر شي غنوة بتضل معهم فهؤ الناس بلا أنت حططيهم بحياتك يعني أنت جايبطيهم لأنه يمكن بيشبهوك أو يمكن بالعكس عندهم قصص ما عندك ياهن هلأ رح يزعل منك ناديم حبيقة إذا ما بتجيب سيرته فبليز ضيف على الليستة ناديم حبيقة ناديم حبيقة بلا ما نجيب سيرتك عم نجيب سيرتك يعني أنت حدا بكل كلمة من حكينا موجود لأنه أنت بتعز علينا كتير ونحبك كتير ونوجه لك تحية ومبدع بالنهاية حضرتك مرسي عني وعن ناديم بطبيعة الحال بما أنه إذا أنا ناديم وناديم أنا فإنه بيطلع لنا تانكيو سوا لك هيسم يعني أنا بوافقك باللي قلته بس بنفس الوقت ما بوافقك لأنه ما بيعتبر أنه الأصحاب هن مية بالمية إذا بدك رفليكسيون أو شو بيقوله رفليكسيون بالعربي إنعكاس غنوة يعني إنعكاس إنعكاس لنفسنا بس أنفسك أم تنقلت أنت من بريز يعني أنا لما أقول لأصحابي أنه أنا رفيقة مع هيسم أنه وين الإنعكاس تابعي فيك لا مش إنعكاس تابعي فيك أبي حلوة الجملة مش إنعكاس بمعنى أنه خلاص اللي بيعرف هيسم يعني أكيد غنوة مثله مش مثله يمكن بالعكس يمكن تكون العكس بس بتكمله يعني هيدا النقصة بحياته بس ولو أنه أنا مثلا بس يعرفوا إذا بلا ما يعرفوك لألك وبيعرفوني لألي ما بيعرفوا أنه أصحابي على القليلة في عندهم منيموم من مثلا الايكيو أو الثقافة المينيموم إناقة طريقة الحياة الهضامة يعني أنت عم بتقول أنه هولي كلهم موجودين فيك لا يا الله طالما هيك أصحابك مش يعني أنت كمان هيك بلا عندي منيموم إناقة عندي منيموم معرفة وثقافة وعندي وعندي روح مرحى هول إشياء أكيد موجودين من المساة اللي حاولي عيون أو الهيسم بليس هاي سمع الهوة ما كتير تحرجني أنا ضغري قد تكون هاي داخل جملة قد تكون بتعتقد إذا أنا فتت عمول وشفتك بمحال هل بشتريك وبضيفك لمجموعة لتيب طبعي أو 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 بنترك لتكون بالسيل لشتريك أوكي أبدأ لكم شي أنا لما طلعت بفكرة الحلقة ما كنت هالقد ناوي إنه نسلع بعض يعني إنه كتير سلعة حسيت حالي صراحة إنه بضيفك للكولكشن طبعا طياب طبعا مش طياب بعتقد بتشتريك فهماني بعتقد بتشتريك اه بعتقد ليه شو عندك بيخلينا اشتريك يمكن أول شغلة بتكون مكتوبة علي أول شغلة مكتوبة على الأتيكات اللي معلقين ليها إني بسمع كتير وإنت حدا بيحب إنه بده حدا بحياته يسمع له وما تقولي لا إنت إنت أكيد إنك تسمع كتير إيه هلأ ما ممكن يكونوا حطين على الأتيكات طبعي إنه أكيد ممنوع الرد يعني ممنوع ترديني وهيدا شي واضح لأنه كنت رديتيني بعتقد من زمان لو عندك القدرة بس إنه آه إنه ما عندي هولي السبع تيام إنه قرر إذا أبديك ولا لا لا قررت تاخدي من المحل هيدا صار إليك ملكيس يعني هيك عطينيك هلأ أهم شي أول شي إنه بالنيلون إخدتي يعني سوريا مش مستعبة لا بيكون مكتوب كمان على الأتيكات إنه أيام بيفصم وما بيرد بس لما يرد بيسمع كتير وأنت هيدا الحدا عايزتي بحياتك صراحة وفيه بعتقد أماكن شاغري بحياتك يعني مش إنه مستغنية لا بدك حدا أنا هيك أنا هيك بشوف صراحة فليش لا يعني حدا ما تويخزيني بهالكلمة شكل في إناقة في وبيسمع بيسمع شو واسق بحلو شو قلبه آوي تماما مثل ما أنا لما فتت تماما مثل لما أنا فتت على سوق الأحد لأنه أنت أكيد مش من مول أنت أكيد من محل شعبي أكتر ومحل بالي تماما مثل ما أنت كنت موجودة بمحل للأدوات المستعملة هل بها اللحظة نكتت واتحكت عن كتا إيه لما اعتبرها مهدومة بس أنا هي سوبر بايخة لا لو تخيلتك حد اللي بضع الفاس دي اللي هيك عرفتي الكيس دي اللي بيكونوا حطين على جنب لا عن جد تماما مثل ما أنا لما فتت على المول العالم كله لاحظة ما عليش خليني كافي جملت انت بتعرف أنه هيدا السوق كل العالم بتروح عليه لأنه بتعرف بهيدا السوق راح تلاقي القطع الاستثنائية واللي ما بتلاقيه بمحل تاني فبالتالي إذا أنت وجدتك بمول فمثلك مثل غيرك وبلاقي مثلك كتير فلا يعني لا بس أنه مني وجر مني وجر يلي بروح على ما تقرمني مني وجر يلي بروح على سوق شعبي بيكون رايح يدور على رايح يسترخص يعني رايح يدور على جير خيس صراحة ما بتوافق هالشي على هالشي شكلك بتوافق لا عن جد هلأ تماما مثل ما أنا لما لقيتك بالمحل لما لقيتك بالمحل وفكرت أنه هل أنا بحاجة لهالقطعة أو لا جيت قريت على الاتكاد تبعك تولي برجع بقالك أنه في إناقة في ثقافة في روح حلوة وفي إيجابية وأنا يمكن كان نقصني بحياتي إيجابية فإما تجبتك وقلت له شو مكان السعر ما عندي مشكل حطي لي إيها بكيس مين هو الصديق اللي محتاج لإله هيسم مين هلأ إذا بيروح على محل للصداقة هيسم بيشتري دغري على كعبة بعتقد بالمحل رح بيقولولي أنه معنا بس جايين الجايين أنتور رجع أسبوع أول الشتوي بنا ننزل collection الشتوي لا بعتقد صاروا ليل كتير كتير يلي أنا عن جد بحاجة لقالون وبعتقد أنت كمان بحاجة لقالون هو الشخص يلي عن جد عن جد عن جد مصلحتك أساسية وأولوية بحياته ما عملوم حدا لأنه اليوم صرنا بإيام انتبه هيدا الشي اللي هلأ عم توصفه هو مفروض شخص منه موجود بحياتك وأنت بحاجته إيه 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 لأ الحمد لله أنا محاوت نفسي بناس أكيد بتهم ونصلحت بس اليوم بهالإيام يمكن بطل فيك تلومي حدا لأنه هالإيام صعبة كتير وسئلة كتير على كل شخص صار كل إنسان عن جد نفسي ثم نفسي بعدين بفكر بالعالم مين ما كانوا يكونوا حتى لو أهلي يعني فنوعية الأشخاص مش بس أصحاب الأشخاص يلي عن جد بيهتموا لمصلحة الشخص التاني بحياته انصارت قليلة شوي فيمكن بروح على المحال بطلب حدا عن جد بتهموا مصلحتي وعن جد لما يكون عم يسمعني بيكون عم يستمع مش بس أنه هيك عم بيفوتوا عدينته يعني عم يستمع وبطلب شخص بيعرف يعمل بلانينج يعني بيعرف إذا بنا نظهر مشوار نهار لأحد يعرف نروح لأنه أنا ما عندي هالشخص بحياتي يعني أصحابي مثلي شوي منصير نسأل بعض حتى أنه شو بدنا ناكل منضيع كل نهار شو بدنا ناكل منرجع ناكل بالآخر شي منعرفه فبدي حدا من كل شي من كل شي وصفته هيسا بعتقد أنت بحاجة لإلي لأنه أنا كل شي أنت هلأ أحكيته موجود فيي ولكن للأسف معمي على عيونك ما بعرف ليش مش شيفني ما بعرف ليش ما بتشتريني وبتضيفني للاقحة أصدقائك المقربين أنا إذا بتتصل فيي نهار أحد ما بتلاقي غير المشروع ركب وما بقلك غير أهلا وسهلا أنت أغلب كتير من أنه حدا يشتريكي غنوة وأنت كل ياللي حكيته يعني أنت كتير أكتر من مجرد حدا أشتريه يعني أنت ما بعرف أنت أنتي غنوة تانكيو على سيرة طبعا عندي سؤال بس ثاني بس ثاني على سيرة نفسي ثم نفسي ثم نفسي اللي قلتها أنت بتعرف شو هو ماي ناكست تاتو أنا لأنك بتحبي لأنا أكيد لا ماني هلقات صخيفة آه على سيرة نفسي ثم نفسي هي جملة باللغة العربية بتقول أتيني كلمة منها كن كن آه ما بعرف كن عالمك كن كن لا بتقول الجملة اللي رح أعملها أواشم على جسمي كن لنفسك كل شيء واو عن جد واو وين رح تعمليها يعني بعض المحل مش كتير معروف على الأرجح شي محل على إيدي لأنه هي جملة هيك أو ببيروت يعني المطرح اللي رح تعملي فيها آآ آآ لأ ببيروت أكيد ما بطبيعة الحال أكيد ما هيدا كان سؤالي وسعب تسأل عليك كتير حلوة على فكرة الجملة وعن جد عن جد عن جد كتير معبرة أنا بحب التاتو يعني مستحيل ولا مرة بحياتك تندم عليها ولا مرة أو تفكر فيها مرتين وهي الجملة مش إنه بس ما رح تندم عليها هيا الجملة ضروري تذكر حالك فيها كلمانستية يعني فكتير حلوة كن لنفسك كل شيء صح واو عن جد سوبر حلوة وكتير بشجعك إنك تعملي غنوة اليوم إذا نفتح إذا نفتح لك فرصة بهيدا المحال نفسه طبع الأصدقاء أو طبع الناس يلي بحياتنا وقالوا لك إنه أي قطعة موجودة عندك ما بقى بدك إياها فينا نجي ناخدها منك ونستبدلك إياها بقطعة تاني مين الشخص بحياتك اللي بتحمليه بتحطيه بكيس وبتراجعيه على المحال بتقولينهم مرسي مردود مع الشكر وبدي حدا غيره اللي برده على المحال وبقولون تانكيو ما عاد بدي إياك بدي إياك بدي إياك هو شخص ما بيقدرني هو شخص ما بيعرف بس لحظة بيجي طبعا المحال بيقولك بشو بساعدك بس لأنه بيجي هيدا اللي بيشتغل بمحال بيقولك بشو بساعدك مدام بتقوليلي وساعدني بتراجعك بتراجعك أوكي أوكي فضع هو شخص ما بيعرف قيمة غنوة بحياته أو أخذني فور جرانتد مع أنه عن جد أنا ولا مرة إلا ما كنت عن جد وبكل تواضع إضافة لهالصديق اللي أنا بحياته لأنه عن جد أنا شخص غير أنه بيسمع غير أنه عن جد بيضله ورا الصديق حتى يعرف مشاكله ويكون بايت من أنه يكون شخص أحسن فعلا أنا قلت لك يا بهيديك الحالة الأسبوع الماضي أنه أنا بعتي من قلبي دايما فكتير بنفئس لما ما أشعر بنفس الحب فبيع كل حدا مش مقدر وجود غنوة بحياته لا والله ما بيعك لرميك بلاش كتير قد يكون أكتر حدا غبي بالحياة هو اللي مش مقدر وجود غنوة بحياته يعني إذا عم تسمعنا حضرتك اليوم أو حضرتك بتاعني هيدا الشي رجاء ما رح رد رح عتبرك عم تمزحي لأ أنجاد بتاعني هيدا الشي أكيد بعني يعني أكيد بعني ولو ما بعني طب ليه متفرجيني قدش بتحبني يعني للأسف لما اشتريتيني من المحل كان مكتوب على الاتيكات طبعية أنه ما كتير بعبر على الناس اللي بحبها أنا أنا على فكرة بعبر أكتر على ناس بحبها أقل بس الناس اللي بحبها كتير بحس أنه ما في داعي عبرلة لأنه كتير بحبها يعني أنه ما في داعي إلا كتير بتعرف أنا كنت فكر هيك أنه مثلا أخواتي أو أنه جوزة أنه خلص ما هني بيعفو أنه بحبهم ليش بدي أقول لهم I love you كل يوم يعني تعريبا موجودة بسهرة مع الأصدقاء مع ستيفاني مع نديم مع كل الناس اللي موجودين بحياتي كاي كي سهرة لذيذة نعم وكل حدا جايب معه أنه ناس مشترية أوكي ناس يعني موجودة بحياته مين الشخص يلي بتقوليله بتروحي لعنده بتقوليله واو من وين جايب هيدا الإنسان بدي يجيب مثله واو عجبني واو حلو فسر لي أكتر موجودة بالسهرة ستيفاني سمايرة مع مجموعة أشخاص جايبتهم يعني موجودين بحياته أوكي مين هو الشخص بين هول اللي جايبتهم ستيفاني مع جزدينة وإنه كتير حاسسهم سلعة بس إنه مين هيدا الشخص يلي بتروحي بتقوليله ستيفاني واو وين لقيت منه بدي بدي مثله غير اللي ما أدرك وبيعرفك هيدا عم نحكي شفتيه بسهرة كيف هو الكاركتير يلي بتشوفيه بسهرة بتقولي وهو بدي مثله على أمل أنه يوم من الأيام هايسا من روح نسهر سوا لأنه فعلا رح تكتشف شخص آخر ورا هيدا الإنسانة أنا بالسهرة كتير بحب عيشها كتير بحب أعمل دفول ما يعني فيش خلقي أنبسط بالموسيقى غنة أرقص لأنه فعلا السهرة بالنسبة لإليه هي هيك طريقة للتعبير عن بايتمن شخصيتنا أتوق أتوق صراحة لحتى تصيرها السهرة أتوق عن جد لحتى أنت كمان تشوفيني بالسهرة لأنه أنا يعني حضرتك يمكن مش يمكن أنه حضرتك يمكن بتشربيلي كم كاس أو هيك يعني تشربين بعض الخمر وبعدين الجوس أنا بشرب بس الجوس هيسا أوكي بتشرب الجوس بعد الزل بتشرب الجوس وبعدين هيك بيطلع كل الحماس اللي فيك أنا ما بشرب أنا ما بشرب حتى الجوس اللي حضرتك بتشربيه ولا شيء وبخوت بالصهرة مثل كأني شربين الجوز للميت فكتير بعيشة بالصهرة بلا ما كنت شربين الجوز طبعيك فكمان بحب انك تشوفيني لانه كمان انا بالصهرة هيك بنسى كل شيء وبعمل دفول ما بصير اخوت يعني بصير برقص على البيست لوحدة تفضل فايه انه باعتقد هيسم انه بكل مرحلة من حياتنا ان كان لاتسيب السهر ان كان بالأبس أو دونز تبعنا بيكون بحاجة لصديق معين واصلا اذا انا هلأ بدي اقولك انا بكل حالة تقريبا عندي اصحاب يعني لاتسي انا عبالي اسهر عندي هيد البوتة بحكيها let's go party I'm down وعبالي احكي مع حدا بروح لعند هيدا الصديق بخبره كل شيء مش كل الاصديقاء اللي انا كتير مقربة لقلهم بيعرفوا كل شيء عني واللي عم بقطع فيه ومش كل الاصديقاء بروح بسهر معن وبجوة معن ومنشرب الجوث اوكي ويوم اللي صار هيركوت او انطلب من الشعب اللبناني انه كل حدا عنده مجموعة اصدقاء لازم يشحل منهم يخلي بس واحد او اثنان بتخلي تبع السهر او بتخلي تبع اللي بيسمع يعني قلتلي انه انت عندك لكل شغل حدا لا انتبه انا هيك بكون عم بظلم يعني اللي عم بظهر السهر معهم بطبيعة الحال انت رح تنقلي رح يسمعلك واللي بتروح لعنده لما تكون بوقت الضعف طبعك بس اصدقاء السهر هنه اصدقاء الطريق يعني ما كمان اللي بتقضي معهم اوقات حلوة كمان بدك يهن بحياتك ما بدك بس الاصدقاء اللي بيكونوا بوقت ضعفك لأ قدي حلو انه يسئبنا الشخص اللي عم يسهر معنا هو نفسه الشخص اللي عم يسمعنا نفسه الشخص اللي عم بدحكنا ونفسه الشخص اللي بيجي بيبكي على كتفنا على سيرة اللي قلته عندي سؤال لإلك هل بتخاف من الجودجمنت طبع أصدقائك المقربين هل بتفكر مرتين أيام تقلهم شغلة لأنه بتخاف أنه تجودجيو ولا واصل معهم لمرحلة هالأد مرتاح معهم لدرجة فيك تخبرهم كل شي حلو السؤال لأنه خطر عبيلي كذا حدا وبدك تقلي ليش هالأصدقاء المقربين مش مخبرهم كل شي مش مخبرهم كل شي عني أو مش مخبرهم كل شي بمعنى أنه إذا في شي زعجني كل شي عنا كل شي عم تقطع فيه يعني يعني وينفر أنت منك مرتاح أو أنك تخبرهم عنك عن شو عم بتعيش شوفي أنا كل إنسان بحياتي من هيدا السيركل اللي أنا عاملة بيحسسني بالقابلية أو بأنه مهتم يعرف بخبره كل شي بس أنا يعني ما بيجي إذا حسيت أنه غنوة أوكي موجودة بحياتي بتحبني وكل شي بس أنه مش هالأد بهمة تعرف تفاصيل حياتي ما بيجي أنا بإلا عادي بدي خبرك شي عن حياتي بس سؤال أنت بتخاف أنه حدا من أصدقائك المقربين تتججيو شو تتججيو يعني أنه آه 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 فهمت عليك آه شو تتججيو بالعرب يعني يحكموا عليك غنوة كمان أيمتأج ما قلت نفسك من من الأي سوري سوري على نيويورك أوكي في شخصيات بالحياة هلأ بعرف أنه هذا الشي غلط للأسف يعني أنا ياريتني عم بطلع أنه شوي شوي عم بطلع منه في شخصيات بالحياة ما بتقبلك مثل ما أنت مش عم بحكي عن شي بشخصيتك عم بحكي يمكن يا أختي أنت حدا ما بعرف ملحد مثلا في ناس بالحياة ما كتير بتتقبل أنك ملحدة بيعرفوا بس ما كتير بيتقبلوا فما بيجي أنا بقول أنه أنا ملحد أنا ملحد أنا ملحد تقبلني هيك تقبلني هيك تقبلني هيك لا بس هاضي الناس تلقائيا مع الفلترة طبع الأيام رح يصيروا أبعد شوي من غيرهم رح يصيروا بس ما قلت لي أنت بس ما قلت لي أنت أنه الأصدقاء مفروض يكونوا انعكاس لنفسك بلى ولمعتقداتك بلى أكيد فكيف فيك تكون أنت لتساي ملحد صديق مع حدا لتساي كتير متدين أنه فيك مع أصحابك مش تحكي بس عن الدين يعني أنه فيه يكون هيدا الحدا المتدين إذا أنت ملحدة يكون فيه عنده كل شي بيشبهك بيحب السهر مثلك مهضوم بيسمعك كتير بيهمه أمرك كتير مهتم فيك ومهتم فيه بس بنفس الوقت عنده هالتفصيل بحياته بيفرق عنك بالعكس الاختلاف مهم كتير مهم الاختلاف بس أنا قصدي إذا هيدا الشخص ملحد أو إذا هيدا الشخص مؤمن وأنت ملحدة مش ضروري أنه يكون بس هيدا الشي اللي بتحكوا عنك اليوم أو فيك اليوم ساعتا لا ما تحكوا بموضوع الدين فهمت قصدي فهمت عليك إيه بس أنا إذا عم تحكي أنه إذا أنا بخافت ويحكم علي من أصدقائي لا ساعتا ما أسمن أصدقاء أسمن محيطين فيك الأصدقاء هنه مفروض هنه الناس اللي بيعرفوا كل شي ومعا بيحكموا على شي طب إذا بقلك أنه أنا فيه ناس سوبر مقربين لإلي وما بقل لهم كل شي لأنه بخاف أنه يحكموا علي فهمت عليك إيه ما بتقول لهم لأنك بتخافي يعني هنه ممكن يسأله ممكن يهتم ويعرفه لا أنا أكيد رح يهتم ويعرفه بس بعرف أنه رح يحكموا علي إيه يعني أنا مثلا عم بعطيكي عندي ناس بحياتي كمان سوبر مقربين كمان ما بيعرفوا كل شي عن حياتي بس ممكن مش لأنه أنا كتير مصر أني ما أخبرهم بس لأنه بحس أنه عرفوا أو ما عرفوا هيدا الشي تحديدا ما رح يغير شي بصدقتهم لأله أنت هيك أو أنت لا أهن هود الناس بهمهم يعرفوا هيدا الشي بس أنت مخبتيه عنهم أصد لا أهن بس أنه معقولة ما هو باي بس أنه يحكموا علي خلص رح يصيروا شايفين بغير طريقة أو بغير بس بمجرد بمجرد ما عم يحكموا عليك يعني إهن بل كمانهم أصدقاء صح بل كمعتقداتهم أو تفكيرهم أو كل شي بيقف حاجز يعني بل كي أنه ما بيتقبلوا فهمت عليك بمجرد ما أنه ما بيتقبلوا يعني منرجع للجملة اللي أنا حكيتها يلي هني أنه هود الناس ما بيتقبلوا ناس ما بتشبههم بمحيطهم بحياتهم يعني مثلا إذا غنوة اليوم ملحدة مثلا وستيفاني بالعكس كتير مؤمنة وما بتعرف أنه غنوة ملحدة يمكن إذا عرفت بتبعد شوي عنها لأنه هي بتشوف أنه ما بدي قضي وقت معها لأنه بطلت تشبهني لا بتفكيرها ولا بمعتقداتها ولا بحياتها ولا بالليفستيل طبعا يمكن بس بيزعل هيدا الشي يعني إذا بدأت حكم علي بس من هيدا الشي لا فيها ما تحكم عليك هل عم نعطي إكزامبل أكيد أكيد كله أكيد أكيد بس أنا عم هيدا اللي طلع يعني بيراثي أكيد فيها ما تحكم عليك فيها تكون بالعكس سوبر بتحترم شو قرارك بس بتفضل ما تكون ساعتها عم تصهر معك كل يوم حتى ما يقولوا أنه ليك هيدا رفقتها هاك مثلا بعطي برجع أقول إكزامبل عن الإلحاد بس هيدا شي كتير مش حلو بس هيدا الحياة وأنت إذا شي تفكرت أنت هيك منقية أصحابك غنوة هلأ ما تقنعيني أنه جروب أصحابك مش أنه بهمك رأيي الناس أنا أتقبل كل شي أنا زيرو جوجمنت إن شاء الله يعني عامي للسبعة ودمتا لا أكيد أنا كمان زيرو جوجمنت وأكيد بنقي أصحابي بغض النظر عن هيدا التفاصيل لأنه أنا بعرف أنا شو وهن شو يصطف له وأصحابي مش لأنهم ملحدين أو مؤمنين أو مش لأنهم مثليين أو لا أو مش لأنهم هائني أنا ما عندي هون هؤلخبريات بس أكيد في شي بحياتك أكيد في بارت بحياتك ما بتقبل يكون موجود حولك يعني كل واحد تختلف النسبة عنده يمكن في حد هلا عم يسمعنا بس التلك نو التلك زيني لحظة التلك أنا اللي ما بيقبله بحياتي هو بس الشخص اللي مش عاطي إيمي مش عاطي إيمي لوجود غنوة بحياته بس هو يصطفل اللي بده يفكره يفكره بحياته معتقداته نحنا هيك ما نفكر بس في كتير ناس هلأ عم يسمعونا حتى بيقولوا حتى بيقولوا أنه لأ إذا حدا عرفنا مثلي جنسيا مثلا أو ملحد أكيد ما بنحطه بحياتنا أكيد ما بنبعد عنه يمكن في ناس هايك بتسمعنا فنسبة قد تقبل الأشخاص لناس بحياتها بتختلف نحنا يمكن عندنا هيدا التوليرانس عالي عندنا هيدا التقبل عالي بس أكيد بتوصل للمرحلة ما بتقبليه للشخص يعني إذا جيت أنا قلتلك اليوم أنه أنا مجرم قدتل قطلة مغتصب يعني إذا أنا مثلا بتعرفيني مغتصب أنه كمم علاق رحت كتير أكستريم رحت أكستريم لأنه أنت عندك إيها عالي هيدا الحيط هيدا الستاندرد التقبل التقبل إذا أنا هالقد منيح معك وبس معك وبردي أختي على اتصالاتك ووقت اللي بدي وكتير مقدر وجودك بحياتي وبحبك وبسهرك ومنصهر أحلى سهرة ومنضلنا نضحك بس أنا بتعرفيني أنه أنا إنسان مغتصب بغتصب بناس يا أختي بتخليني بحياتك لا رحت تبعدي عالمي أكيد لا أكيد لا مثل ما أنت المغتصب هو هون في ناس عندهم أو بمجرد ما أنه ما بتقامني بإيكس أو بمجرد ما أنك مثلية مثلا هو دي خلص أنت برد حياتهم تفضل إبعد عنه أحلى ما يفكروني مثله فهمت قصدي وبعرف كتير ناس هك أكيد أكيد بطبيعة الحال كل واحد حر بقراره بس إيه إنه أنا بدا تكون يعني بده يكون ما بعرف شو عامل لأنه شي له من حياتي عرفت إيه يعني نحن هيك بس برجع بقليك لا الناس اللي عم تسمعنا في ناس بالعكس أصغر شغلة أنت بتحسيه أنه عادية يمكن هني بيحسوا لا بفضل إبعد لحتى ما بين مثله لأنه من عشر القوم أصبح مثلهم مثل الشوء طيب سؤال سريع على فكرة بس قبل سؤالك بحلقة أسبوع الماضي ما بقي ميسج ما وصلنا على أول شي بمصوار وعلى الدي أم الخاص فيه بغنوة قائد بي ما قال لي قديش عن جد صبتينا بالصميم الأسبوع الماضي لما حكينا عن إطلاع من حياتي كلهم عم بيحسوا نفس الشي يا هيسم من أي ناحية بأي دمعتي غنوة لا لا عم بمسي حكي حلتي خلص ما تعيشها قلت بدي عمل شي تدراما لحتى الناس تعمل فولو وتشوف ليش دمعتي غنوة بيحلية غنوة لأنه أنا كنت هيدا الشخص طبعا أنه ليش ما عم بيرده وما بعرف شي وطلعت أنت من هول العالم اللي ما بيرده أوكي بعتذر مش من العالم اللي ما بيرد بس very selective انتقائي وليس انتوائي طيب أوكي خليني أقول شغلة سؤال أصلي كان عندك سؤال سريع إيه سؤال مين بحياتك أو هل موجود بحياتك إنسان اشتريتي على الغالة وما في جمعة جمعتين شهر شهرين رخص اشتريتي شي وبس استعملتي صار شي تاني أدي نظرتك أدي نظرتك بتقول إنه فيه كتير وعبالك تحكي عنهم يلا سمعين إذا بدك فيه كتير عبيري سبيل بحياتنا هيسم يعني ما بعرف إذا هيدا الجملة عبيري سبيل صار هي صح الجملة بس أنا مش عم بسأل عن عبيري السبيل عم بسأل عن حدا أنت عم تحكي أصدقاء إيه جبتي صديقه وعتبرتي غالي ما في فترة صغيرة استعملتي لحصتي أديه ورخيص وأديه معدن وما ألو عازي موجود نعم حصلت معي حصلت معي استثمرت بصداقة كنت موهومة إنه صداقة ماكنة وإلى أبعاد وفيها نوع من الألفة والمحبة وإنما اكتشفت مع الوقت إنه كلها كذبة كلها تمثيلية وكلها إذا بدك فيها مصلحة فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاط بحياتك عادي وقت مرأة الفاضي شو يعني كم سني خوفك منه علي على انت يلي فيه بس تسأل شو بني أدي حلوة هالغنية أدي حلوة بتعرف بتعرف معليش معليش هلأ بس لأنه الأغاني عن جد بايت كتير مهم من حياتنا واقل كفوري بيقلك يا هيسم بس قبل ما ننهي حلقتنا بيقول أكيد بي 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 بصوتي ضميرك مرتاح نيالك إذا مرتاح بعد اللي عملتو يترك الجراح تبكي على عمر اللي راح لحدك ضيعتو بدي منك تسأل حالك تسأل حالك وقت اللي بتقعد مع حالك هالقلب العايش كرمالك الله على اللحن يلي مش صويب من المشي شو زنبوا قتلتو شو زنبوا قتلتو فلكل الأشخاص اللي كانوا بحياتنا وطلعناهن لكل الأشخاص اللي كنا بحياتهم وطلعونا راح نقللهم انتو الخسرانين يمكن ما تلاقينا على نفس الطريق وانتهى فينا الطريق مثل ما بتقول هي بطواجي ومشينا سوى وما وصلنا ع نفس الطريق بنفس المحطة لأينا وضيعنا الطريق اوكي انا بقول مثل ما قال جاد الأطريب لا تخلي الناس تسرق بكرة انتو الأساس عندك فكرة انتو الأساس ما تخلوا الناس لا تسرق لكم لا بكرة ولا اليوم ولا مبارح حبوا حالكن قبل ما تحبوا اي حدا تاني بحياتكن الناس اللي بتختروها او بتنقوها او بتشتروها عن جد اسألوا مية محل يعني متل كيف منفوت على محل ومنقول خليني أبرم وبرجع لعنتكن اذا ما لقيت بغير مطرح برموا كتير قبل ما تشتروا حدا بحياتكن متل ما بتزينوا حالكم بأكسيسوريز او بتياب او ببارفان الحياة بحياتنا الناس بحياتنا او الاصحاب بحياتنا بعد أغلى واهم بكتير من هالتفاصيل فعن جد لما تنقوا شخص بحياتكن اسألوا عنه كتير جربوا كتير قبل ما تشتروا ويكون موجود بحياتكن او يستحق يكون موجود بحياتكن لانه مش هيك بسهولة فينا نشتري ناس نخليها موجودة قد ومين عم تشتروا قبل ما تشتروا لانه عن جد بتستاهلوا كل حدا فيكن هالا عم يسمعنا بيستاهل يكون محاوط نفسه بناس نوعيته عن جد غالية كتير وبتلبق له كتير على أمل يا هيسم انه ابقى عطر عم بنور لك حياتك على أمل انه هيدا العطر توعى كل يوم وتكون محمس انك ترشو على جسدك الطاهر يا هيسم عم تضحك ليه هلأ أنه جسدك طاهر أو لا ما بنعرف يمكن منجاوب على هيدا السؤال الأسبوع المقبل هل جسد هيسم طاهر أو لا الأسبوع المقبل أكيد ما راح نجاوب على هيدا السؤال الأسبوع المقبل انطرونا لحتى تشوفوا لكمان مرة للمرة التالت يغنوا عم بتجرب تثبت أنه هي أزكى وأكيد راح تفشل انطرونا بالحلقة اللي جاية متل ما قلتلكون كتير بيلبقى لكم ترشوا عطر ناس حلوة بحياتكن فما تقبلوا غير العطر الأصلي وما تجيبوا لصينة ولا تقليد Thank you so much هيسم لو وجودك معنا ولا صباحك الحلو ملتقنا يا جايز الأسبوع المقبل على أمل أنه يبقى هيسم بحياتي أنسيل وظلنا محتفظة فيه وما أطر يوم من الأيام بيعوا للغريب ملتقنا الأسبوع المقبل thank you so much for listening we love you we love you bye bye ملتقنا الأسبوع المقبل ملتقنا الأسبوع المقبل ملتقنا الأسبوع المقبل ملتقنا الأسبوع المقبل